أهلا بحضراتكم من جديد في البداية برحب بالنجمنا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر وأحد أبرز نجوم اللعبة في العصر الحديث إيهاب أمين أهلا بيك يا أحب أهلا بيك كابتن عيسي منور قناة النادي الأهلي وفرحانين بيك جدا ربنا خليج نورك وعايز أقول لك أن أنا أحب شكرك على هوى أن أنت النهاردة كان عندك يوم راحة من التدريب وكان مفترض أنت تعود إلى أسكندرية طبعا بلدك واستأهلك تفتر معهم ولكن أنت طبعا يعني فضلت تكون معنا في حالة بنشكرك نشكرك جدا على الشعور الطيب ده ونتملك كل التوفيق طبعا شرف لي طبعا معجوده على قناة الأهلي تمام هاب يمكن تبراح خبيه طيب طب فضل سامة تفضل خلش في الحوار على طول لا فعلا بنشكرك جدا يعني وإن شاء الله يكون اللقاء ممتع ومختلف عن كل اللقاءات أنا خلاص كلمتك قبل هو هيختلف الموضوع وينجيبك كده طبعا بيبارك لك على التجديد ويحكي لنا كوريس التجديد يعني ادلنا كوريس تجديد لأن انت التجديد بتاعك شغل الرأي العام الأهلاوي هيجدد وست شهور بنتكلم لا مش هيجدد الكصة كانت صعبة فعلا ولا الأمور كانت سهلة أولا يعني الله يبارك فيك أسامة كصة التجديد يعني هي كانت سهلة بس هي أخذت وقت شوية يمكن ممكن مش ناس كتير تعرف بس أعرف موضوع التجديد والصفقات وهلعب فين والحاجات دي بالذات لو في وسط الموسم كمان ببأس هيبها لأخويا كبير شريف وببقى حاول أنا لركز في الملعب وفي التمرين وفي ماتشات وكده الموضوع في ست سيزن بيبقى صعب قوي فيمكن أنا عقدي كان مفروض هيخلص بعد السنة دي فكنت سعيب الموضوع لغاية آخر سيزن يعني وبعدين طبعا النادي فتح الموضوع في ست سيزن فحصل مفاوضات ما بين نادي واخويا في التجديد ويمكن مع الوزير كابتن عمري فاروق طبعا قاعد مع أخويا والموضوع يعني خلص فوق سريع يعني طب خليني أقول لك يمكن يعني يعني حاجة تهم برضو جمهورنا دي ألي بعرفها أكيد كل فرقة أو فرقة النادي أو فرقة المصر كلها تتمنى يبقى عندها هبقى مين فأكيد حصل تفاوضات أكيد يعني ناس كلموك كلموا شريف أخوك طلبات هبقى مين يبقى معنا ده حصل حصل يمكن هما كلموني طبعا وما حد بيكلمني في الحاجة دي بقول لهم يتكلموا مع أخويا بالزبط فهم كلموا شريف ومين اللي كلموا أنديت مين النادي الاتحادز ونادي الزمالك بس هو يمكن ما حصلش أنهم يعني طبعا حصل عرض منهم وكل حاجة بس ويمكن كان أكبر كمان من عرض النادي الأهلي بس يمكن ما عادوش في يعني موضوع كان كله في التليفون عشان أنا كنت رغبتي لقول لده أنا ععد يعني يجدد في النادي وده كنت موصله أكيد للشريف وهو كان متفق معي في الموضوع ده جدا فيمكن الموضوع ما وصلش المرحلة طب ليه 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 أنا أنا عارف السؤال وعارف إجابته وأنا كنت يعني مريت بالتجربة بتاعتك بس ليه ليه أنت بتقول لازم نوضح أكتر ليه بتقول إن أنا يعني رغبتي الأولى يعني أكون في النادي الأهلي ليه بتقول كده يمكن نفس الإجابة اللي جاوبتها لما عدت محرك أول ما جيت خلص النادي الأهلي من ثلاث سنين طبعا أول حاجة يعني الاستقرار في النادي الجماهير الكوتش دلوقتي كوتش أغوستي وأول ما جيت كان كابتن أشرف توفيق دايما المداربين على أعلى مستوى الاستقرار مع الفرقة بلعب مع العيبة كبيرة قوي زي عمر الجندي زي عمر طارق العيبة الجمال مودي الجرح مش عايز أن نسأ اسم أحد فإن أنت يبقى معك كل النجوم دي في الفرقة وداخل وسطهم وفي استقرار ده يعني ده من أهم الحاجات وإن أنت بتكسب يمكن أول سنتين ما كناش موفقين قوي بس الأول سنتين هم اللي خلونا نوصل للسنة التالتة عمر ما فرقة بتفضل دايما تكسب بيبقى فيه ups and downs وإحنا للسنة التالتة بنحصد اللي عملنا في أول سنتين وتعلمنا من النهيات بالذات اللي كنا خسرناها فدي حاجة طبعا الإدارة يعني يمكن على أهل مستوى يمكن مفيش كده أصلا في أي حتة تانية طبعا مش أتكلم عليهم وبرضو مش عايزة أنسى بقى الناس اللي هي زي كابتن أحمد الجرحي كابتن طرق غنام الناس دي لما تبقى معاك في الفريق كل يوم متحس الموضوع بها متسهل الموضوع كتير جدا وفي ناس برضو يعني من أول ما جاءت برضو مش عايزة أنسىها زي كابتن عدل كياه وكابتن أشرف توفيقي يمكن هما سبب من أهم الأسباب إن أنا يعني دخلوني النادي الأهلي صحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر